دكتور هو هذا السؤال فيه إشي إحنا ما أخذناه لسه هو هذا جدول الزيد سكار أنا حاكم من الأول حكيت شباب راح تلاقوا إشي مش ماخدينه اليوم راح نأخذ اليوم راح نأخذ تمام يسلموا دكتور طيب خلينا أشوف شو اللي هي الجدول كله كامل ولا بس الزيد سكار دكتور يا دف تشرح الجدول لأنه لكم ما قدرت أفهمه طيب خلينا أشوف حاطق الدكتور يعطيك العافية حياك الله دكتور بخصوص الكوز بس في عندي سؤال أنا طبعا خبصت بالكوز تمام بس تعبت والله من يوم الخميس وما قدرت مني أدرس وكويس اللي قدرت أدخل أقدم الكوز تمام تمام بس سؤال هس إحنا كم الكوز راح نأخذ من هون لنهاية الفصل قانونا واحد قانونا واحد طب دكتور بس أنا ما راح أحسن واحد راح أحسن أكثر وأحسن لكم الأعلى خلص أنا هذا بس اللي كنت بدأ أحكيه دكتور إنه إذا بتعملنا إياه حتى إذا أي أحد مثلا صار معشيغلي هون أو هون يكون فيه إياه نحكي بديل بالإعلامة قادرين ورايهم دكتور فرضا أنا جبت سبعة أنت عملتك وزات كلهم ما حلت منهم إشي كلهم إصفار وبتحسب لي السبعة يعني أسألتكو غريب بقولك بحسب لك الأعلى بس بدك تقدم طبعا تقدمش لأن أنا ما بحب أسوي إشيء وواحد يعني يعني فيه طلاب مبارح رنوا علي بعد الامتحان مباشرة ستة وعشرة برنوا علي اللي بقولي ما رضيش يدخل معي السيستم واللي بحكي لي ناسي يعني ستة وعشرة يعني يعني دليل إنه مش سادق أبدا طب خلينا هاي الجدول طلع قدامكم ولا ما طلع ما بيان 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 دكتور ممتاز الدادة الأولى معطيكو المين تبعتها ومعطيكو الستاندرد فياشن مش هيك نوار شو طالبيا في شو قانون السي في سيجما على درب مية بالمية درب مية بالمية خلصنا منه ستزد اسكول لسه ما حكنا عشان مهم روح على واي معطيكو المين ومعطيكو السي في وشو مجهول عندي هون ستاندرد فياشن ستاندرد فياشن كيف تحسب ستاندرد فياشن طيب السي فيها يعني عليكو السي فيها هاي شو هي أصلا السي فيها هاي من وين أجت كيف حسبناها هي سيجما سيجما على اكسبور هاي السيجما دا سميها اس تقسيم سيجما اللي هيدا سميها اس مثلا على اكسبار تقسيم اكسبار ضرب مية بالمية صح؟ صح؟ صحيح تقسيم اكسبار قدش معطيكو اكسبار هون؟ 15 15 15 ضرب قطوني بيوت اخواني ضرب مية بالمية طيب بالمية هاي اللي عالطرفي الأول شلولي ايها معالي عالطرفي الثاني هاي شلولي ايها معالي عالطرفي الثاني اذا مش فاهمين هاي الخطوة وحكولي انا حطيت قانون السي في السي في قانونه سيجما على اكسبار ضرب مية بالمية بس انا بالعادة كنت اعطيك السيجما واعطيك الاكسبار وانت تطلع السي في هالمرة انا معطيكم السي في ومعطيكم الاكسبار ومجهول عندي اللي هو سيجما اضرب تبعدوا لي اضرب تبعدوا لي يعني بس خليني اضبطها هاي ما لاش طب السي في معروفة السيجما بدأ سميها قسمة مثلا مجهولة تمام والإكسبار معطيكم مية خمسة عشر اللي سألتني لهون في مشكلة لا دكتور نعم السي في هو سيجما على إكسبار ضرب 100 مية نضرب تبادله 12 ضرب 15 نعم 12 ب15 وإي شب أقسم على مية يعني كل عملية بدأ أعمل عكسها هون تقسيم 15 وضرب مية بدأ أقسم العملية عكسية بدأ أضرب هون بدأ أضرب ب15 وأقسم على مية كلي على الطرف الثاني عملت إي شعكسه فالـ12 ضربتها ب15 وقسمتها على مية ضربوا لي اتناعش بخمستاش وخصبوا لي اياها عالمية 1.8 الزد سكور حكينا عنها بعدين نيجي على الاخير انا عدلت البيانات على ال اكس عدلت البيانات على ال اكس كيف عدلت؟ البيانات ضربتها باتنين وجزء زدت لها عشرة صح؟ عشرة المين كيف بده يصير المين؟ انا عدلت عمين دل بالكم على ال اكس صح؟ على ال اكس نرح على ال اكس عدلت عليها طب مين تبعها شو بده يصير فيه؟ بده يندرب ب kişون صد له المونتظر بتأثر بالضرب وبتجمع ولا بس بالضرب؟ بس بش إدم بس بشين بستون سوف يدربوا بآتنين بضربوا الياب بشين ممنتظر اذا ع 기분 اذا عرفنا السجما اذا عرفنا الاكس بار وعرفنا السجما بنقدر نحسب السيفي ولا بنقدراش. نقدر. نقدر. شو الصعب في الموضوع كولي? انا بس ما في. بصير تعيب المين كيف طلعتها? اللي ايش اللي ايش كيف طلعتها? المين? المين? المين انت هون عدلت على مين? اتناش باتنين. عدلت على اك صح? طربت باتنين وشو زادت? عشرة. عشرة. معناته بدا روه على المين تبع الاكس. هيو. اضربه باتنين وازد لعشرة. بصير قديش قيمته? اربعة وثلاثين. كيف بدي احسبه? انا هون عدلت. ضربت باتنين وزدت على العشرة. معناته بدا اطلع على الاكس. ااخد فقط عملية الضرب وعملية الجمع ولا عملية الضرب لحالة بس عملية الضرب. فمعناته السجما الجديدة هي نفس القديمة بضربها باتنين. اه. بضربها باتنين. طبعا هاي التفاصيل رح ارد اسألك عنها بالمد. يعني انت كثير تفاصيل هون. اذا انت مش مستعد لها اذا كتستعد لها كويس لانه رح ارجع اكررها بامتحان المد. يعني في كثير ناس غلطوا بهاي بالتعديل. الرينج والميديان والاسأل على التعديل في ناس غلطوا فيها. اكل حالة. دكتور من فعرف اجوبتي? او لا? يعني اذا كتغلبني? والله حابب. مش حابة غلبك بس اه. دكتور? لازم. انا رح احل كل الاسئلة وانزلهم علي جروب. تمام. ممتاز. يعني اي حدا بدو بدو اياهم رح يكون كل الاسئلة علي جروب. ماشي يا اسميل. بي جروب لو تصابت لا? يعني يا اسميل هاي يعني يعتبر بنك اسئلة ممنوع تصورية بس يعني تجاوزا. يعني عشان كنت بدي اشوف اتاكد من الاجب بتبعوني. ماشي يا الله. قلينا نروح على اللي انتو حكيتوا عنه المرة الماضية اللي احنا سميناها زد سكور. تمام? العلامة المعيارية. احنا بنسميها العلامة المعيارية ومشهورة بالكتب باسم زد سكور. وهاي زد سكور كمان بتمر معنا لقدام شوي لما اه نتبلش باشي اسمه الاحتمالات. اوكي? فموضوعنا ستاندرد سكور او زد سكور. العلامة المعيارية. العلامة المعيارية. طيب. بدي افرض عطيكم سؤال الان قبل ما بلش اشرح في الموضوع. لو بدي احكي بدي اقارن بين نوعين من البيانات. بدي اقارن بين جامعتنا وجامعة جامعة الزيتوني. شو بنستخدم? زد سكور? لا 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 انسوا لي زد سكور. نستخدم زد سكور. الحراف المعياري. ايوا يا عين عليكم. طيب بدي اقارن بين اه شركة زين وشركة امنية. عطي لي ميوت الله ارضا لك. بدي اقارن بين شركة امنية وشركة زين بستخدم الانحراف المعياري سيجما. اجاني عرض اسعار من شركة اولى وعرض اسعار من شركة تانية بستخدم سيجما. بدي اشوف انه احسن رواتب الموظفين في الضمان الاجتماعي ولا رواتب الموظفين في الضريبة بستخدم سيجما. اذا لو بديك تقارن بين نوعين من البيانات نستخدم سيجما. لكن لو بدي احكي مثلا نوار جابت عندي في الامتحان عشرين. وصحبيتها بالشعب التانية جابت اتنين وعشرين. مين احسن? اتنين وعشرين. ابدا لا. اتنين وعشرين لانه سيجمه بتهتح. ولا الاتنين وعشرين ولا الاتنين. لا بقدر احكي الاتنين وعشرين ولا بقدر احكي الاتنين وعشرين. اليوم انه نتعلم. واحد بيشتغل بمستشفى البشير وبهو خدراتي بخمسمائة دينار. واحد بيشتغل في مستشفى الاردن وبهو خدراتي بخمسمائة وعشرين. مين احسن? حسب افارج الرواتي. اها. يعني في اشياء رح نتعلم لكم. تمام. طيب اجاك شخص انت عندك شركة وقدموه لك ناس بدهم يشتغلوا عندك. في واحد قدم لك معدله ثري بوينت فايف. وشخص تاني قدم لك للوظيفة وكان كان معدله ثري بوينت وان. هل بقبل ابو الثري بوينت فايف مثلا مباشرة? هل ابو الثري بوينت فايف احسن من ابو الثري بوينت وان? لا. لا. طيب احنا اليوم درسنا نعرف مين احسن. لما انا بدي اقارن بين عنصرين. لما بدي اقارن بين عنصرين. وعنصرين بمكانين مختلفين. مش بنفس المكان. يعني كيف يعني مش بنفس المكان. يعني انتم شعبتكم. واحد جايب بالكويز تمانية. واحد جايب بالكويز عشرة. لا ابو العشرة احسن. بنفس المكان. لكن انا بدي احكي شخصين بدي اقارن بين شخصين بمكانين مختلفين بمكانين مختلفين هنا بيجي دور الزد سكور العلامة المعيارية إذن العلامة المعيارية وظيفتها المفاضلة بين عنصرين بين عنصرين بدي أشوف أنه أحسن أنس ولا أنس اللي بشعبة بكرة ولا سالم اللي بشعبة اليوم بس أختم الزد سكور بدي أشوف أنه أحسن واحد قدم لي على وظيفة أنا عندي شركة ونزلت إعلان بالجريدة وأجاني ناس قدموا طلبات واحد قدم لي طلب ومعدل 3.2 وخريجي الجامعة الأردنية واحد قدم لي ومعدل 3.8 وخريجي جامعة الإسراء مين أحسن؟ أوكي وبالتالي ما بصير تحكي أبو 3.8 أحسن ولا بصير تحكي أبو 3.2 أحسن فهنا بيجي دور علامة اللي هو إحنا رح نتالب اليوم أوكي وبالتالي أنت ضروري تعرف شو وظيفة الإشي اللي تدرسه عشان تقدر تقتنع فيه الزد سكور العلامة المعيارية هو قانون الرياضي رح نطبقه قانون بسيط جدا وظيفته يحكي لك مين أحسن الشخص A ولا الشخص B الشخص A موجود في مكان والشخص B موجود في مكان آخر تقدر أنت تفاضل بينهم وتعرف مين أحسن A ولا B هم الأحسن لكن إذا بنفس المكان سهل المقارنة إذا بنفس المكان سهل المقارنة يعني عندي بتجامع عنا بالشرق الأوسط طالب معدل 3.8 وطالب ما الثاني معدل 3.1 لا والله بـ 3.8 أحسن بس مقارنة بين مكانين هنا بيجي دور اللي هو الزد سكور أوكي وبالتالي هنا يعني أنا ذاكر لك بعض الأهمية للزد سكور إنه إذا أرجالك ناس يقدموا لوظيفة معينة أو بدك تقارن بين طلاب معينين إلى آخرية كثير وظائف إلها الزد سكور لكن أهم إشي المفاضلة بين البيانات أوكي المفاضلة بين البيانات قبل ما أكمل اللي مش فاهم يحكي لي طيب هاي القانون تبع الزد سكور في عندك قيمة معينة اسمها X في عندك قيمة معينة اسمها X بدك أنت هاي الـ X تحولها لإشي اسمه زد سكور هاي القيمة اللي اسمها X بدك تحولها لعلامة معيارية كيف يعني؟ أوريكم شو اللي بدي أنا أشتغله بالضبط الآن أنا في عندي قيمة اسمها X مثلا هاي القيمة قيمة معدل شخص معدل 3.5 هاي القيمة اسمها A ولا اسمها B ولا اسمها بدك أسميها مثلا A هاي القيمة سميتها A الآن هاي العلامة بدك أحولها لعلامة معيارية عشان أقدر أنا أقارنها مع غيرها أوكي؟ في عندي موظف اسمه X هذا الموظف مثلا دي أسميه X راتبه 500 دينار وموظف تاني اسمه Y راتبه 524 دينار بدك أقارن الآن بين الشخص اسمه X والشخص الاسمه Y معناته لازم أحسب العلامة المعيارية تبعت الشخص الأول والعلامة المعيارية تبعت الشخص الثاني والمقصود هون بالعلامة مش العلامة تبعت الجامعة يعني هو قانون اتفقوا عليه بالعرب يسموه علامة معيارية في الإنجليزي بيسموه Z score أو standard score أوكي؟ الآن القيمة هاي بقانون معين بتحولها لجناتج اسمه Z score Z score قانونه سهل قانونه X ناقص X bar على Sigma X ناقص X bar على Sigma X اللي هي العلامة أو أفوان القيمة اللي أنت بدك تحولها لعلامة معيارية X هاي هي القيمة اللي بدك تحولها لعلامة معيارية وفيه كتب بيسموها القيمة الخام لعلامة الأصلية يعني X bar هو المتوسط الحسابي و Sigma هو الانحراف المعياري هذا القانون بتطبق عليه بيطلع نتيجة هاي النتيجة هي اللي بتقدر أنت تقارن بينها هاي النتيجة هي اللي بتقدر تقارن بينها إذن ما بقارن بناء على الإشي الأساسي إحنا بنقارن على النتائج اللي بتطلع معنا وهذا الإشي بدلنا أنه ما بنحكم على أشياء بظاهرها ما أحكم على أشياء بالظاهر تبعها بحكم على أشياء من خلال قراءتي لهاي الأشياء مش والله طالب جاب 18 عند الدكتور محمد وطالب تاني جاب 24 عند الدكتور جاد الله بحكي والله طلاب جاد الله أحسن لا ما والله أنا جبت بالشعب هاي 18 وصاحب جاب 20 بالشعب الثاني يصير يقول لي أنا أحسن منك لا إذن إحنا ما بنحكم بالظاهر إحنا بنحكم من خلال قوانين رياضية فالعلامة المعيارية قانونها مرة ثانية إذا بدك تحسب زد العلامة المعيارية لقيمة معينة هي القيمة بطرح منها المعدل وبقسمها على سيجما بطلع معي نتيجة هاي هي النتيجة اللي أنت بتقدر تفاضل بينها وهالمرة كل مكانة النتيجة أعلى كل مكان أحسن عكس مين؟ عكس سيجما وعكس الـC-V الـC-V والـسيجما تعلمنا كل مكان وأقلم كل مكان أحسن يعني لو بدك تقارن بين مكانين المكان الأول طلعت فيه السيجما 3 والمكان الثاني طلعت فيه السيجما 10 لا الثلاث أحسن بدي أقارن بين مكانين استخدمت الـC-V الـC-V والـSIGMA نفس الوظيفة بدي أقارن بين بيانات استخدمت السيفي الأولى طلعت 50% والتاني طلعت 20% لا لا 20% أحسن إذن هدولاك كانت كل مكان أقل كل مكان أحسن الزد لا كل مكان أعلى كل مكان أفضل كل مكان أعلى كل مكان أفضل أوكي الآن نتعلم نطبق القانون وبعد شوي نتعلم نقارن بين عنصرين أو بين شخصين المثال بحكي سبوز افترد أنه المين المعدل أو المتوسط الحسابي 100 and standard deviation 15 أوكي معطيك x bar ومعطيك السيجما المطلوب القيم الأولى x1 أعطتك قيمتها 70 وx2 115 يلا المطلوب نحسب z score of this value بدي القيم الأولى أحولها لزد score لعلامة معيارية والقيم الثانية بدي أحولها لعلامة معيارية تمام؟ الآن إحنا موجودين بنفس المكان نفس المين ونفس السيجما بما أنه نفس المكان في شخص جايب 70 وفي شخص 115 من أحسن؟ أبو المية وخمستاش أبو المية وخمستاش تمام؟ أوكي؟ الآن الآن بنا نحسب الزد score للأول والزد score للثاني طب إذا بنتحدث عن مثلا أسعار واحد قدم لك سعر ب 70 دينار واحد قدم لك سعر 115 من أحسن؟ 70 أو 70 يعني مش داما مش داما الرقم الكبير هو الأحسن مش داما الرقم الكبير هو أحسن طيب شخص مثلا أجته زيادة 70 دينار وشخص أجته زيادة 115 مين أحسن؟ أبو المية وخمستاش مية وخمستاش طيب إذا مش دائما طيب شخص وزنه 70 كيلو واحد وزنه 115 مين أحسن؟ حسب الطور مية وخمستاش أبو حسب أوكي وبالتالي مش دائما مش دائما الرقم الكبير أحسن حسب حسب الإشي اللي قدامك حسب الإشي اللي بتدرس فيه واحد قدم لسعر 70 دينار واحد قدم لسعر 115 لا 70 أحسن تمام؟ بالتالي طب ليش أقدرت أحكم على الأرقام بدون ما أحولها لزد سكور لأنه إحنا لسه بنحكي عن بيانات موجودات في نفس المكان لهم نفس المين ونفس السيجما نفس المين ونفس السيجما على جميع الأحوال طلبت منك تحسب الزد للأولى وتحسب الزد للثاني يعني المطلوب هون فقط أني أطبق القانون للأولى وأطبق القانون للثاني يلا نطبق القانون أي أنا موضح لك شو بدنا نعمل؟ عشان أحسب الزد سكور بدنا نطرح المين أن ديفايدد باي ذا ستاندر ديفيشن أطرح الوسط الحسابي وأقسم على سيجما يلا نيجي على القيم الأولى اللي هي السبعين هينطرحت منها الوسط الحسابي مية نتأكد هاي الوسط الحسابي أنا معطيك إياه مية وسيجما معطيك إياه قداش؟ خمستاش فهي القيم الأولى سبعين طبقت القانون ممكن أسألك بالامتحان بس طبقت القانون فجيت على القيم الأولى السبعين طرحت منها مية أول إشي بوجد قيمة البسط بعدين بقسم يعني سبعين ناقص مية سالب ثلاثين تقسيم خمستاش هاي طلعت أول إشي الجواب تبعها الطرح بعدين قسمت سالب ثلاثين تقسيم خمستاش بطلع الزد سكور اللي ها سالب اثنين الثانية لو بدي أطبق القانون القيمة الثانية مية وخمستاش بطرح منها المية وبقسم على خمستاش مية وخمستاش ناقص مية خمستاش تقسيم خمستاش بطلع الجواب واحد تمام؟ فطلعت الأولى الزد سكور إلها سالب اثنين والزد سكور الثاني إلها قيمتها واحد هون تطبيق فقط على القوانين الآن الزد سكور دائما المتوسط الحسابي إلها زيرو نفس القيمة ولا لس هنا هون إيش تاني هون عملية عكسية هون عملية عكسية كيف يعني عملية عكسية طلع القانون هون هاي القانون القانون شو فيه فيه قيمة اسمها زد العلامة المعيارية وفيه قيمة اسمها اكس اللي هي القيمة الأصلية وفيه اكس بار وفيه سيجما المثال الحالي قبل شوي أعطيتك اكس وعطيتك اكس بار وعطيتك سيجما وطبقت بالقانون طلعت قيمة زد العلامة المعيارية هلأ مش بالضرورة ممكن أعطيك زد وعطيك اكس بار وعطيك سيجما وشو أطلب منك اكس ممكن أعطيك زد وعطيك اكس وعطيك اكس بار وأطلب منك سيجما يعني في الأخير فيه واحد نين ثلاث أربع أشياء الأربع أشياء هدولة اللي قدامك فيه ثلاثة منهم لازم يكونوا معروفات وإكس بار وسيجما انت تطلع زد ممكن ممكن لا أعطيك زد وعطيك سيجما وعطيك اكس بار وأطلب منك اكس ممكن أعطيك زد وإكس وإكس بار وأطلب منك سيجما المهم فيه القانون بدي يكون عندي إشي معين أقوم بحسابه أقوم بحسابه فالفكرة اللي هون الفكرة اللي هون فضل ايش مش فاهم كنت ترجع عند الإكسامبل اللي قبل هاد أيوة بس ديئة هون لا لا صحيح أيوة هون ديئة بس لا مش هادل تحكيه أيوة لحكا علي مش فاهم عرفت كيف تطبق القانون تبع الزد يعني طيب لما أنا أطلب منك الزد شو قانون الزد اكس ناقص اكس بار على سيجما القيم القيم اسمها اكس بطرح منها المعدل وبقسم على سيجما هاي القانون اكس ناقص اكس بار على سيجما هذا القانون بحول لك القيمة لأيش اسمه قيمة معيارية قيمة معيارية يعني بتقدر تقارنها مع غيرها اوكي اكمل ولا لسه اكمل اشرح لك اكمل اشرح لك اوه الدكتور بسيج تشرح الامر كون المربو اعطتك قيمة اكس مينس اكس بار اوفر سيجما ممتاز هاي ال اكس اللي هي السبعين ماينس اكس بار اللي هي المية اوفر سيجما طبقت القانون طلع معي زد سأسالب اتنين تمام وعادي يكون سالب دكتور اه اه عادي طبعا هاي انا كتب لك شو معنا السالب سالب معناته القيمة اللي انت بتشتغل فيها تحت المعدل اوكي والقيم اللي فيك فوق المعدل دائما بتكون نتيجتها موجبة اوكي ممكن سؤال اه تفضل هس لو اعطانا مثلا الزد بي مثلا حكا لنا عن طريقة انه ممكن مثلا انه اعطانا الزد اي اه مجهولة اكي وعطانا مجهول تاني كمان برضو بي انه بالقانون تبع الزد ا فلازم بالاول مثلا طلع زد اي من زد بي وانطلع بعد هالمشهولة ذاك وانه ممكن مثلا يجي سؤال زي هيك او كيف الطريقة ممكن انتو تحكي عن اشي يعني انه زد سكور لقيمة اولى وزد سكور لقيمة تانية اعطيك القيمة التانية واطلب منك القيمة الاولى اه بالزد هلا هون منحتاج لمعادلتين وكون لدينا مجهيل ما راح اجيب لك زيك لا اه تمام تمام هلا نرجع للقانون القانون بحكي العلامة المعيارية هي اكس ناقص اكس بار على سيجما طبقنا القانون يا سالم والحكية للكل الآن احنا شو عطنا في القانون عطتك اكس وعطتك اكس بار وعطتك سيجما وطبقت القانون الآن ممكن العقس ممكن اعطيك الزيد هاي وعطيك السيجما وعطيك الاسبار شو يطلب منك قيمة اللاس يعني عدوا على ايديكم هاي عدوا عدوا escalان هاي واحد وفي اكس وفي اكس بار وفي سيجما اربع الأربع أشياء هاي فيه ثلاثة منهم بتكونوا معروفات معك بالسؤال فيه ثلاثة بتكونوا معروفات معك بالسؤال وأطلب منك الإشي الرابع يعني ممكن أعطيك X واحد وأعطيك X بار وأعطيك سيجما هاي ثلاثة أشياء وأطلب منك Z أو أعطيك Z وأعطيك X وأعطيك X بار وأطلب منك سيجما تالي فيه ثلاثة أشياء بتكونوا معروفات والرابع بتقدر تطلعه من خلال القانون هون المثال ما أعطيك زد يساوي 2 المثال اللي هون ما أعطيك إنه المين 100 اللي إكس بار 100 والسيجما ما أعطيك إياها 15 وما أعطيك الزد يساوي 2 شو المطلب مني فايد مين إكس يعني ما هي القيمة الأصلية اللي العلامة المعيارية تبعتها تساوي 2 ما هي القيمة الأصلية اللي بتطلع العلامة المعيارية تبعتها تطلع 2 إذن هون ما أعطيك زد وما أعطيك إكس بار وما أعطيك سيجما والإكس نفسها مجهولة كيف بدأ أحسبها؟ باجي بحكيكها التالي باجي بحكيكها التالي باجي بحكيكها التالي نعم بجبر الفاور بوينت بس عشان أقدر نشوف طيب أنا بديش أستخدمها بدي أستخدم إشي تالي ها بدي أستخدمها هلا هاي القانون زد يساوي إكس ناقص إكس بار على سيجما ما أعطيكم زد قيمتها 2 وما أعطيكم إكس بار قيمتها 100 وما أعطيكم سيجما قيمتها 15 والإكس هاي مجهولة أوكي؟ والإكس هاي مجهولة معناته؟ خلينا هنا هاي زد ما أعطيكم إياها 2 انين. تمام? والاكسبار قدش معطيكم اياها? مية صح? اه دكتور مية. والسيج ما قدش معطيكم اياها? خمستاش. خمستاش ولا سالب خمستاش? اتوقع خمستاش. 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 مبين الكتابة اللي قدامكم هاي? دكتور انت هم تعمل ايدات لانه مش مبين اشي. اه يلا ها. الزد معطيكم اياها اتنين. والاكس مجهولة. والاكسبار معطيكم اياها مية. والهاي خمستاش. الان نضرب ضرب تبادلي. نضرب ضرب تبادلي. تعرفوا ضرب تبادلي ولا نسينو? نعم نعم. طبعا. يلا بضرب الاثنين في خمستاش. تلاتين. تلاتين. شو تساوي التلاتين هاي? اكس نفسي. اكس نفسي. اكس نفسي مية. اكس نفسي مية تلاتين. بعدين المية شو بعمل فيها? بنقلها عالطرف التاني صح? صح? صح. يس. هلي اكبر لكم هون. هذا اللي عملت هاي. بعدين. بعد ما ضربت. صار عندي تلاتين. بعدين بنقل المية عالطرف التاني. طبعا المية سالبة لما نقلها بتصير موجبة. معناته اكس بتطلع مية وثلاتين. اذا هاي هاي العلامة الأصلية اللي طلعت العلامة المعيارية تبعتها اثنين أوكي بالتالي ممكن يعني نعمل عملية عكسية ممكن نعمل عملية عكسية إذا فيه مشكلة حكولي طبعا دائما الزد للعلامة المعيارية بتطلع سالبة إذا كانت الأكس أبض ذمين فوق المعدل وبتطلع سالبة إذا كانت أكس تحت المعدل بدنا نحل هذا السؤال في عندي أبتين أزد سكور وفي اثنين واربين بدي أطلع لزد السكور لهاي القيمة اثنين واربين الاثنين واربين هاي بدي أحولها لزد سكور بحيث انه ندور على إكس بار بحيث انه طيب هون شو السؤال بحكي خلينا أصغرها بس عشان تبين كلها قدامكم طيب في عندي شخص قدم لي لوظيفة والمعدل تابعه أو يعني القيمة تابعته اثنين واربين وفي واحد ثاني لزد القيمة تابعته او إكس تابعته اربع واربين هون معطيك المتوسط اربعين والانحراف المعياري معطيك اياه سيجما تساوي اثنين المطلوب احسب الزد سكور للقيمة الاولى والزد سكور للقيمة الثانية ثابتة للشخصين دكتور اه هاي نفس القيمة هاي المين والزيجما لنفس الشخصين لنفس الشخصين تسابولي زد سكور للقيمة الاولى وزد سكور للقيمة الثانية القيمة الاولى اربع واربين اثنين واربين عفوان والشخص التاني الاربع واربين حاولولي زد سكور للأولى وزد سكور للتاني يلا دكتور لما ما يكون بالسؤال موجود المين والسيجما بنحل نفس الطريقة اللي هلأ ورجتنا اياها صحيح؟ ايه 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 ابدأ بدار بتبع دولي نعم دكتور خلصت يلا اعطيهم فرصة وبتجاوبينها دكتور بالنسبة لهذه الاسترائضات مش ناس لعلي اي ليرنك اعتقلت ايه بنزلها اليوم حاضر ناس انا ننزلها ممكن يلا كيف بدأ حسب الزد سكور للأولى يا نوار اثنين واربعين ناقص اربعين اللي هي الاكسبار على اثنين اثنين واربعين ناقص اربعين بطلع اثنين نقسمها على اثنين بطلع واحد ممتاز اه مش حالي لعلا تمام هاي بتطلع القيم الزد سكور اللي هي بتطلع واحد التانية مين اللي يجاوبني على التانية؟ انا لاني حاطة تسعيدات وما ببين عندي اثنين بطلع اثنين يلا جاوبني اثنين حليلية يلا اربع واربعين ناقص اربعين ساو اثنين على اثنين دقصة ايو اربع واربعين ناقص اربعين اربع على اثنين اثنين برافو عليك طيب مثال ثاني طبعا الزد سكور اكيد روح اسأل عنها بالمد طيب شوف هذا المثال في عنا two people applying to graduate school الاول المعدل تبعه three point two جي بي اي هو نفسه المعدل شباب اه جي بي اي هو نفسه المين او اللي بسمه امراض في الكتب جي بي اي متبسط الحسابي هو نفسه المين الشخص الاول المعدل تبعه three point two اوكي وخريج اه نورث اه ميتشيغن تمام والشخص الثاني او ماري المعدل تبعها برضو three point two وخريجة اه ساوث اه ميتشيغن تمام ميتشيغن جامعة في امريكا اه او يعني واحد اسمها نورث ميتشيغن واحد اسمها ساوث ميتشيغن جامعتين هدول الجامعة الاولى الشخص الاول اسمه بوب متخرج منها بمعدل three point two وماري معدلها برضو three point two من اه ساوث ميتشيغن اوكي الان هدول اجوه قدمه لطلب وظيفة مين اختار مع انه التنين نفس المعدل بدنا الاكسبار و سيجما بدنا اكسبار و سيجما فخلينا نكمل شو معطيات السؤال اه هيا الاولى الجامعة الاولى اللي هي نورث ميتشيغن المتوسط الحسابي لها والمعدل فيها ثلاث هيك معدل الطلاب يعني حوالين دام المعدل الطلاب متعارف فيها انه ثلاث و سيجما فيها دائما قيمتها point one point one تمام الجامعة الثانية اللي هي ساوث ميتشيغن المعدل فيها دائما 3 point five يعني اغلب اغلب 3 point six يعني اغلب الطلاب حوالين هذا المعدل و السيجما فيها point two اوكي اذا انا التنين اجوني نفس المعدل رجعت للجامعة الجامعة الاولى معدل فيها بالعادة ثلاث يعني اغلب الطلاب معدلهم حوالين الثلاث و السيجما فيها point one هون الجامعة الثانية الجي بي اي تبعتها المعدل 3 point six و السيجما تبعتها point two يلا الان بقدر من خلال هدول التفاصيل بقدر اقارن او مين اختار سواء ماري ولا بوب فشو عملت عشان اما احتار رحت حسبة الثد سكور لبوب كيف بحسب الثد سكور علامته ناقص المعدل المتعارف عليه اللي انا بعطيك اياه على سيجما سيجما اللي هي point one zero point one فthree point two ناقص ثلاثة على point one طلع الزد سكور اله اتنين الزد سكور لماري ثري point two اللي هي علامتها علامتها ناقص المعدل العام ثري point six على point two اللي هي تبعت السيجما تبعت الجامعة الثانية طلع معي سالب اتنين هون الزد سكور الها اتنين بينما هون الزد سكور الها اتنين معنات باختار مين باختار اوكي مع انه اتنين نفس المعدل اوكي طبعا هون اجانب فيش عندهم واسطات في عندهم اش اسمه زد سكور اوكي طبعا هده القوانين هاي ما بتزبط عند العرب اوكي وبالتالي هاي هي الفكرة زي المثال الموجود بالاكسرسايز معطيكو المين ومعطيكو standard deviation ومعطيكو قيمة اسمها ايه هاي القيمة الاسمها ايه بدي تحسبوه للزد سكور الها وداتا بيه معطيكو معدلها ومعطيكو standard deviation ومعطيكو قيمة اسمها بيه احسبوه للزد سكور الهايه يلا ناس تحسب للزد سكور الهايه وناس تحسب للزد سكور الهايه وناس تحسب للزد سكور الهايه دكتور نعم اه ايه حلاتها ايه كم تطلع معك تطلع اه زيرو باين سبعة وخمسين زيرو باين سبعة وخمسين هلا بحسبها انا متأكد زد سكور هون زيرو باين قد اشتلا معك سبعة وخمسين سبعة وخمسين دكتور انا حلاتي الثاني دكتور حلاتي الثاني اثنين تقسيم تلاتة ونص ممتاز اه الثاني يلا مين نحلها انا مرة ثاني ببينش عشان هيك ما يعني بعطيكم الحرية يلا حكتلي اول واحد حكتلي انا حلاتها دكتور انا يلا تفضلي هي بتطلع سبعتاش ناقص تمنتاش على تنين بوينت واحد Nossa واحد تقسيم واحد تطلع زيرو باينت اربعة سبعة زيرو باينت اتما طلعت معكто أربعة سبعة لا دكتور اتمائي نعم مش تمانية دكتور زيرو باينت اربعة سبعة ستة اربعة سبعة ستة نعم طيب خلينا نحلانه دكتور هي ماينس تطلع سالبة تطلع سالبة صح تطلع سالبة لأنه احنا اصلا هون تطلع القيمة هاي تحت المعدل المعدل 18 احنا تحت المعدل فأكيد راح تطلع معنا النتيجة ايش مالها سالبة بس مين حلها غلط عشان شوف وين غلت في حدا حلها غلط ما اتوقع حدا هل غلط طيب اخر معلومة بدأ احكي عنها اليوم معلومة سهلة وبسيطة اخر معلومة احنا هون خلصنا شباب كل شي متعلق بالروت داتا الاشياء المتعلقة بالروت داتا خلصناها هلأ راح نبلش بالفريكونسي تابل اليوم راح احكي عن شغلة بسيطة حكيناها بداية الفصل بس راح اذكركوا فيها لانه حكيناها راح اذكركوا فيها تذكير بس تمام اللي هي الروت داتا نعم فاحنا خلصنا الروت داتا كاملة كل تفاصيلها في الروت داتا هي البيانات المفروضة جنب بعضها البعض اجي اكتب لك الارقام جنب بعضها خلصنا المين والميدين والمود والسيجما والسي في تبعتها والدستروبيشن شيب وخلصنا البرسين تايل والاوت ليرز واذا عدلنا على البيانات شو بصير وكل التفاصيل هاي درسناها تمام ودرسنا كمان نزيد سكور هلأ فيه شغل نثقنا على الفريكونسي تابل الفريكونسي تابل تفاصيل كثير رح نرجع نحكيها وكل القوانين تعلمناها بالأول في كثير اشياء منها رح تختلف في اشياء رح تبقى زي ما هي وفي اشياء رح تختلف يعني مثلا الديستروبيوشن شيب بعتمد على المين والميدين والمود اذا انا حاسب المين والميدين والمود تمام بقدر عارف الشكل هل هو بالشابد هل هو رايت سكيود هل هو ليفت سكيود هذا الاشي رح يضله ثابت زي ما هو الزيد سكور قانونها اكس ناقص اكس بار على سيجما ثابتة السي في قانونها سيجما على اكس بار ضرب 100% ثابتة لكن مثلا الاخس بار كيف كنا نحسبها مجموعة القيم على العددها في الرو داتا الان بالفريكونسي تابل يختلف هذا الاشي المود هو القيم الاكثر تكرارا في الفريكونسي تابل بيختلف هذا الاشي الميدين هي القيم الوسطى القيم اللي بالمنتصف كنا نحكي لكم بديك الثنتين غطي يمين ويسار يمين ويسار لما توصلها لقيم اللي بالنص بالفريكونسي تابل تختلف السيجما تعلمنا كيف نحسبها وكنا نطرح الاكس بار والقيم اللي بتطلع معي اربعها وبعدين بجمعهم وبنقسم على عددهم ناقص واحد الى اخره هاي الشغل كله رح يختلف اوكي بالتالي فيه اشياء رح تبقى ثابتة لكن فيه اشياء رح تختلف هاي الاشياء رح تختلف رح نتعلم كيف نحسبها بالفريكونسي تابل الفريكونسي تابل نوعين رح نحكي اليوم بشكل سريع عن النوع الاول لانه مش كثير بسأل عنه والاهم هو النوع الثاني النوع الاول بنسميه فريكونسي تابل بدون فئات بدون فئات يستخدم للبيانات سواء كانت كواليتاتف او كانت كواليتاتف تمام بس انا مكبل لك لكواليتاتف لانه اكثر استخدامات او لكواليتاتف اوكي اذا البيانات سواء كانت نوعية او كمية واللي ما بتذكر شي يعني نوعية نوعية يعني توصف بكلمات او كمية توصف بارقام سواء كانت توصف بكلمات او بارقام بقدر انا امثلها بهذا الجدول اللي اسمه بفريكونسي تابل without classes بس اكثر استخداماتها للكواليتاتف للنوعية طبعا هذا الجدول كيف شكله هو عبارة عن جدول بنحط فيه العناصر واكم مرة مكررة بنحط فيه العناصر واكم مرة هاي العناصر مكررة اضرب لكم مثال هاي عبارة عن هدولا اللي كاتبهم لعشرين شخص في عندي شخص فصيلة دم و اي وكمان واحد اي وفي واحد اي بي وفي بي و اي و بي و او او الى اخرين الان المطلوب ارتبهم في جدول تكراري بدل ما هم زي هيك المطلوب construct a frequency table شكل جدول تكراري يعني رتب لي اياهم داخل جدول عملية تنظيم البيانات عملية ترتيب البيانات لا ننسى انها عملية احصائية لا ننسى انها عملية احصائية كيف بدل اشكل جدول تكراري بسيط الموضوع بحط العنصر واكم مرة مكرر بحط العنصر واكم مرة مكرر واحد بدي يقول لي العنصر هاد موين اجيبه بتجيبه من خلال السؤال اللي قدامك لاحظ انه هون الرموز اللي قدامي فيه رمز اسمه a وفيه رمز اسمه a b وفيه رمز اسمه b وفيه واحد اسمه o هاي الرموز هي اللي بستخدمها هاي الرموز هي اللي بستخدمها اخو شو عملت هاي الرمز اللي موجود معاي بالسؤال ال-AB وفي-A وفي-B وفي-O تمام؟ نجعل AB الآن بدي أشوف أكم مرة مكرر نرجع للسؤال عدوا لي أكم مرة في عندي AB واحدة سنتين ثلاثة ثلاثة بكتب إنه الفريكونسي يساوي ثلاثة يلا عدوا لي أكم واحدة هي A شوفوا لي A لحالة أكام سبعة فكتبت إنه الفريكونسي يساوي سبعة ال-B شوفوا لي أكم واحدة بي ستة هاي كتبت ستة وال-O ال-O أربعة الآن واحد ممكن يجي يقول لي والله في فصيلة دم اسمها X مثلا مثلا فصيلة دم اسمها X بقول له طب تعالي هنا فيه إشي اسمه X طب ليش أغلب حالي وأكتب حتى لو كنت أكتبه والتعالي الإشي اللي مش موجود ضمن خياراتك ما تكتبه ما تكتبه تمام الآن لو جمعنا الفريكونسي 20 دائما لو جمعنا التكرارات بعطيك size size اللي هو عدد البيانات كاملة 20 ما حكزا لكم يجمعوهم بيطلع مجموعة 20 اللي هم هدول عددهم 20 ودائما مجموعة التكرارات هيا أنا أكتب لك إياه هون مجموعة الفريكونسي دائما بعطيك size اللي هو عدد البيانات كاملة هاي مثال ثاني بعندي علامات طلاب A A C B A minus إلى آخره المطلوب نظم لي إياهم بجدول نظم لي إياهم بجدول فهيني الآن بلشت أنظم فيهم بجدول هاي تطلع شو في عندي حروف في عندي A و A minus و B plus و B minus و C plus و C و D و F واحد يقول لي طب ليش مش كاتب C minus بقول لي طب ما هو هنا ما في C minus ما في داع أكتبها ما في داع أكتبها فكتبت كل الرموز اللي موجودة هون ال A أكم مرة مكررة شوفوا لي أكم مرة مكررة أربع أربع فكتبت إن التكرار شو تبعها شو يساوي أربع أربع تمام ال A minus أكم مرة مكررة ثلاث ثلاث فكتبت إن التكرار تبعها يساوي ثلاث وكملت للباقة الجدول نفس الشي الآن لو جمعت التكرارات بتكون إنت عرفة الشعبة هاي أكم طالب فيها أوكي لو جمعتهم بتكون عرفة هاي الشعبة أكم طالب فيها أوكي قانون بسيط جدا لحساب المتوسط الحسابي ما يعني ما كثير رح أدقك فيه المتوسط الحسابي لجدول من هاي النوعية طبعا إحنا ما بنتعامل مع رموز كل شغلنا بأرقام ما هي هاي تحول لرقم أصلا يعني لإيه هاي لإيش تحول أربع لأربع تمام الإيش اللي لا يحول لرقم ما بنتعامل معه هاي تحول لثلاثة ضايت خمس وسبعين إلى آخرية أوكي الآن لو بنا نحسب المعدل في عندي عناصر اسمهم X مثلا تمام وفي عندي فريكوانسي بالعادة الفريكوانسي بالعادة بنسميها F الفريكوانسي بالعادة بنسميها F كيف بجمع كيف بحسب المتوسط الحسابي الـ X بضربها بالـ F يعني كل واحدة بضربها بالتكرار تبعها القيم الأولى في التكرار تبعها القيم الثاني في التكرار القيم الثالث في التكرار إلى آخره بعدين بجمعهم مع بعض بجمعهم مع بعض وعيش بقسمهم ومجموع مين الفريكوانسي الزايت مثال بسيط جدا لو عندي قيم ثلاث خمسة سوري خمسة هون ستة هاي قيم هاي عناصر وهاي مكررة مرتين وهاي مكررة أربع مرات وهاي مكررة عشر مرات تمام كيف نحسب المعدل لو اطتك جدول زيني يلا القيمة في تكرارها اضربوا لي قيم الأولى في تكرارها تعطيني ستة القيم الثاني في تكرارها عشرين عشرين ممتز القيم الثالث في تكرارها ستة ستين هلا بعد ما سوت هاي العملية القيمة في تكرارها شو بعمل فيهم كلهم جمعهم ستة تمانية جمعوا له هدول 86 86 86 86 86 16 مجموعة الفريكنسي الفريكنسي جمعة 16 فبقسم الآن حتى أحسب المعدل بقسم 86 تقسيم أكم 16 5.3 ممتاز هاي طريقة اللي نحسب فيها المعدل لجدول من هاي النوعية هاي النوعية فقط رح نأخذ لها المعدل ما رح نأخذ لها أي شيء ثاني إحنا ابتداعا من المرة الجاي رح نأخذ الجدولة التانية الأهم اللي بنسميه جدول تكراري وكل شغلنا رح يعني يمتد لبعد المد بفترة عن هذا الموضوع يعطيكم ألف عافية واللي عنده بس أخذ الحضور إخواني يعطيكم ألف عافية ولقاءنا إن شاء الله يوم الثلاثة اللي عنده استفسار يضله واللي ما عنده أي شيء الله يسهل عليه شكسر أخذت الحضور أخذت الحضور